مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية المبكرة المقرر إجراؤها في العاشر من تشرين الأول مقبل في العراق يتصاعد الجدل بشأن مدى نزاهة العملية الانتخابية وبالطبع مدى شرعية ما ستفرزه من نتائج لسيما أن الكتلة السياسية على عادتها بدأت مبكراً في استخدام أدواتها غير القانونية لضمان الفوز والحصول على أكبر قدر ممكن من المقاعد في البرلمان الجديد اليوم عرضت علينا دعوة أحيلة من القضاء تتضمن أن أحد المرشحين قام بشراء بطاقات اقتراب وقد ضبطت لديه فما كان على المجلس إلى أن يتخذ قراراً بإلغاء المصادقة على ذلك المرشح ما لم يذكره رئيس المفوضية أن عمليات شراء الأصوات لا تزال مستمرةً فبحسب وكالة أسيوشيتت بريس التي أجرت اللقاء مع خلف فإن العراقيين يشعرون بخيبة أمل كبيرة تجاه نزاهة الانتخابات وإن الغالبية العظمى غير مقتنعين بأن العملية السياسية الحالية يمكن أن تنتج تصويتاً عادلاً في ظل التصاعد المخاوف داخلياً من قيام ميليشيات الحجد بالتدخل في الانتخابات لضمان تحقيق مصالح زعمائها السياسية وبالنظر إلى الشهور التي مضت منذ الإعلان عن الانتخابات المبكرة فإن تلك الميليشيات أقدمت على تنفيذ العديد من عمليات الاغتيال ضد الناشطين الذين يعارضون محاولاتها السيطرة على المشهد السياسي في البلاد وربما كان أشهر هؤلاء الناشط إيهاب الوزني الذي قتل بهجوم مسلح في كربلاء وأثار اغتياله غضباً عارماً أثمر تنظيم حملات لمقاطعة الانتخابات الانتخابات إذن بحسب أسيوشيتت بريس قد تشهد عزوفاً جماهرياً كبيراً عن التصويت إذ يرى كثير من العراقيين أن ما يجري لا يتجاوز محاولة جديدة لإعادة تدوير وجوه الفاسدين على مقاعد السلطة التي استولوا عليها منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003